بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو بعد يعني اعلان ربطة الامدية النهاردة شكل الدوري في الموسم الجديد ليقام من دور واحد بين الـ 18 نادي ويتم تقسيم طبعا الدور الثاني الى مجموعتين المجموعة الاولى بتضم اول عشر اوائل او اصحاب العشر مراكز الاولى في الدور الاول هيتنفسه على تحديد بطل الدوري وتحديد كمان الفرق المشاركة في دور الابطال والكونفدرالية اما في المجموعة التانية اللي هي هتكون من التاسع او من العاشر الى الـ 18 هيكون طبعا بتضم الفرق اللي هيتم على اساسها تحديد الابطين وهيكونوا فريقين من الابطين النهاردة كان اجتماع مهم جدا جدا لربطة الاندية مع الاندية ولأول مرة من ساعة تشكير ربطة الاندية يتم عقد جلسة يحضرها رؤساء الاندية يعني محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حسين اللبيب رئيس نادي الزبالج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كامل ابو علي رئيس النادي المصري مصر ابو الحسن رئيس نادي الاسبعيني محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت كل رؤساء الاندية تواجدوا لأول مرة بشوف هذا المشهد من اكتر من او من عشر سنين ده كل الاعضاء لجنة او اعضاء ربطة الاندية وايضا الرؤساء الاندية اللي تواجدوا في الاجتماع النهاردة اللي كان موجود في مشروع الهدف من المفترض تم الاعلان عن التعاقد مع شركة المانية من اجل كمان ادارة مسابقة الدوري في وجود وفي تكليف لعامر حسين طبعا عضو اتحاد الكرة وهيكون هو المشرف على الشركة الالمانية اللي بتدير مسابقة الدوري الممتاز كل الكلام ده كويس قوي كل الكلام ده مهم جدا وفيه طبعا هناك من المعترضين على طبيق نظام الدوري من من دور واحد وهناك مؤيدين زي نادي ام في مثلا من المعترضين هنحاول نجيبه لكن زي ما بقولك كل القرارات زي الفل لكن الاهم من اتخاذ القرارات هو تنفيذ القرار وتطبيقها وكمان انهاء المشاكل اللي وجهتها ربطة الاندية خلال الموسمين الماضيين ومش في كل موسم قبل بداية كل موسم او لما نوجه مشكلة هنقعد نقول الموسم اللي جاي استثنائي بان خمس سنين بنقول الموسم اللي جاي استثنائي الازمة ليست في اقرار نظام معين لتطبيق الدوري الممتاز الازمة الحقيقية في التنفيذ التنفيذ هو المشكلة اللي بتواجه الاندية والضغوط اللي بتمارسها الاندية عندما تحديدا تبتعد عن المنافسة على البطولات او تقترب من صراع البقاء او الصراع الهبوط الى الدوري المحترفين او القسم التاني زي ما هو طبعا معتاد بيتم تسميته لكن خلينا نقول ان الموسم اللي جاي هيكون بنظام مختلف عن النظام اللي فات وخلينا نشوف هل الازمة فعلا كانت في النظام القديم ولا في التنفيذ خلينا نشوف الازمة الحقيقية اللي من وجهة نظري دايما بشوفها هي عدم وضوح رؤية كاملة ويتم تنفيذها وبدون مجملات وليس من اجل مجاملة نادي على حساب نادي اذا حاولت قدر الامكان تطبيق العدالة تطبيق العدالة ولا يوجد محاباة لنادي على حساب اخر او لناديين على حساب بقية الاندية ممكن تشوف منافسة على بطولة الدوري ممكن تشوف منافسة حقيقية على بطولة الدوري وهو ده اللي احنا عاوزينه لان ده جزء مهم جدا جدا من تطوير الدوري ومن تحسين سمعة الدوري المصري ومن الارتقاء من تسويق الدوري المصري اوعى تفتكر ان لما يكون نادي واحد وهو النادي الاهلي بقولك بالأسمان او ناديين اللي هم الاهلي والزماني مسيطرين سيطرة كاملة على حصد بطولة الدوري ده في مصلحة القرى في مصر ده مش في مصلحة القرى في مصر لكن لما يكون بيرامد بينافس لما يكون المصري البورسعيدي بينافس وهو مستقر اداريا وفنيا ولأول مرة نادي المصري البورسعيدي يمكن من فترة كبيرة جدا قد تصل الى عهد سيد متولي طبعا اسطورة النادي المصري رئيس النادي الراحل ورئيس النادي الاسبق ان النادي المصري بيمر بمرحلة استقرار اداريا من حيث مجلس الادارة برئاسة كامل ابو علي وفنيا من حيث طبعا تواجد علي ماهر المدير الفني المميز جدا اللي بيخطو خطة ثابتة نحو ان يكون مرشحا في المستقبل على المدى البعيد عن يتولى تدريب المنتخب الوطني ينقص علي ماهر الحصول على بطولة لكنه مدرب متطور بشكل كبير وله بصمات واضحة في فرع عديدة تولاها خلال الفترة الاخيرة لكن احنا هو النهاردة في اول اجتماع حضر الرؤساء الاندية شيء جميل جدا وشيء ايجابي جدا لكن الاهم هو التنفيذ الاهم هو اعداد ليحة بجد بدون النظر لالوان التشيرتات بدون النظر لجماهرية اللاعب اللي ممكن يكون يخطئ في التصرفات او يخرج عن النص في المباريات ان يكون هناك ايضا حماية للحكام وهو ده موضوح حلقتنا النهاردة ان الجزء اساسي من نجاح الدوري المصري هو عنصر مهم جدا هو شماعة من الشماعات شماعة التحكيم عندما تفشل الامدية في تحقيق الفوز لكن هناك امرين دايما بيضعوا الحكام في افص الاتهاب الامر الاول هو الخوف من عدم الحماية والخوف من ان يكون في جرأة في اتخاذ القرارات